السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير رجعت معكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وفيديو النهاردة حبيت اشارك معيكم كل مشترياتي من كرفور حاجات كنت محتاجاها جدا للبيت فقلت اورها لكم ويقولكم كمان على الاسعار قبل ما نشوفوا الفيديو لأول مرة شوفوا القناة دي قناة الحياة حلوة عملوا لها سابسكراي وفعل الجرس للكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله لايك كومنت عشان اعرف رأيكم ايه في الفيديو في الاسعار بتاعة كرفور هي اسعار ويعني في حاجات بتبقى غالية او في حاجات بتبقى اسعارها زي برة وفي اوقات بيبقوا عاملين خصومات وعملين عروض بس بحس ان هي اغلى شوية من برة يعني او اغلى شوية من الهايبر بحس انهايبر وان بيبقى عامل تخفضات اكتر او عروض اكتر مش عارفة يعني ده احساسي يعني فمش عارفة انتو كمان رأيكم كده زي رأيي ولا ايه فقلولي في الكومنتات ويلا بينا نبدأ ونشوف كل الحاجات اللي جبتها من كرفور اول حاجة معنا وكنت محتاجاها جدا جدا البرطمانات اللي على بلاستيك شوية دي هي برطمانات كده بيبقى في منها احجام فجبت الاحجام الكبيرة دي هو البرطمان بيعشرين جنيه فدي ممكن بتخزني فيها سكر رز دي ايه اي نوع من انواع البكوليات محتاجة اللي انت تخزنيها محتاجة مثلا تخليلي فيها اي نوع من انواع المخللات فانا كنت محتاجاهم عشان هخلل فيهم خيار ولمون وزتون وكده يعني شوية مخللات كده محتاجة اللي انا اخللهم فجايبهم مخصوص للمخللات تاني حاجة معنا الفلفل الاخضر الحار ده الفلفل ده الكيلو بتاعه بخمسة جنيه وخمسة وتسعين ارش جبت خمسمية تمانية واربعين جرام بثلاتة جنيه وستة وعشرين ارش الفلفل ده حار جدا 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 فانا كنت عايزة اعمل به هريسة كده حارة اللي هي بالفلفل الاخضر وجبت كمان الفلفل الاحمر الكيلو منه بتسع جنيه وخمسة وتسعين ارش فجبت خمسمية تسع وعشرين جرام يعني حوالي نص كيلو فعملوا حوالي خمسة جنيه وخمستاشر ارش عايزة اعمل برضو اللي هي الهريسة الحارة دي ان شاء الله هتشوفوها في فيديو من الفيديوهات اللي جاية انا حاسة ان سعره يعني كويس يعني سعر الكيلو بيتسع جنيه وخمسة وتسعين ارش فحاسة انه مناسب يعني فجبت كمان ابو فروة ابو فروة انا بحبه جدا من وانا الصغيرة فاول ما لقيته في كرفور رحت جايبة منه على طول فهو سعر الكيلو اربعة واربعين جنيه وخمسة وتسعين ارش فجبت كيلو واربعة واربعين جرام اه عاملين ستة واربعين جنيه وتلاتة وتسعين ارش هو ابو فروة في منه انواع كتيرة في الصيني وفي التركي انا مش عارفة ده نوعه ايه بالزبط فالمهم انه هو حلو قوي انا عملته على فكرة ويطلع اه جميل جدا يعني جبت كمان الابوكادو الابوكادو سعره تسعة وخمسين جنيه وخمسة وتسعين ارش فجبت نص كيلو يعني خمسمية ستة وتسعين اه جرام اه سعرهم التلات اه قطع دول عاملين خمسة وتلاتين جنيه وتلاتة وتسبعين ارش فانا مش عارفة انا حاسة ان هو غالي برضو لان عندنا في امريكا بتبقى الاسعار ارخص يعني اسعار الفكهة والخضار بيبقوا ارخص فيعني الاسعار دي كالمفروض اجيب منها مثلا بتاع خمسة ستة او سبعة قطع يعني جبت كمان التفاح الاوروبي ده ده كان عليه خصم ده كان سعره بتمانية وعشرين جنيه وعملين عليه خصم بقى بواحد وعشرين جنيه وخمسة وتسعين ارش فجبت كيلو خمسمية وتمانين جرام عاملين اربعة وتلاتين جنيه وتمانية وستين ارش يعني اعتقد ان هو ده الحاجة الوحيدة اللي كان عليها خصم في اليوم ده جبت كمان الجبن الرومي الشامع دي الكيلو بتاعها بمية وتسعتاشر جنيه وخمسة وتسعين ارش فجبت تلاتمية واربعين جرام باربعين جنيه وثمانية وستين ارش فانا بحب النوع ده قوي هي والبطاريخ يعني بس انا ملقيتش الجبن الرومي بطاريخ فجبت اللي هي الشامع دي حلوة قوي برضو طعمها اجامد جدا جبت كمان الدانت بودنج الشوكولاتة بتاع دانون ستة الواحدة باربعة جنيه وخمسين ارش فجبت ستة بسبعة عشرين جنيه وجبت كمان الجوز او العصير بتاع المار هو طبيعي مية في المية بس انا بجيبه اللي هو خالي من السكر هو كان سعره عشرين جنيه ونصف فسعره كويس يعني زي في الهايبر برضو بيبعوه بنفس السعر جبت كمان منه البرتقان والتفاح جبت كمان عصير جهينة اللي هو البيور الاناناس ده سعره واحد وعشرين جنيه وثلاثين قرش جبت كمان زبدو كان نازل الربعمية واربعين جرام كان نازل سعرها خمسة جنيه جبت منهم اربعة وجبت كمان ورق منديل بتاع زينة على فكرة زينة طلعت طحفة جدا انا ما كنتش يعني جربتها بلكده يعني جربتها مرة كده وكنت نسيها فقلت ما جربها يعني تاني فلقيتها حلوة قوي ونعمة كده وجميلة جدا هي العلبة دي بيبقى فيها خمسمائة وخمسين منديل بتبقى طبقتين وسعرها حداشر جنيه وثلاثين قرش فجبت اربع علب جبت كمان ورق الحمام الرولات بتاعت الحمام من فاين دي لوكس دي بيبقى فيها ستة قطع هي سعرها عشرين جنيه وخمسة وسبعين قرش بتبقى البقرة الوحدة فيها يعني بتبقى ثلاث طبقات عايز اقول لكم ان هي حلوة جدا 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 ونعمة قوي وهي خمسة ومعاهم واحدة زيادة ستة يعني زيادة جبت كمان الورق بتاع المطبخ بيبقى اتنين كده مع بعض من زينة برضو اسمها السفنجة هي بتلاتة وشر جنيه ونص اللي اتنين فجبت منهم اتنين يعني اتنين واتنين بس عايز اقول لكم حلوة جدا جدا وفعلا بتمتص الميا وبتمتص اي حاجة عاملة زي السفنجة بالزبط ومش بتفرول ولا بتقطع كده يعني عايز اقول لكم يعني فضيعة بجد يعني حلوة قوي جبت كمان الوريجينال هي سعرها اتنين وتلاتين جنيه وربع بيبقى فيها عشرين منديل فبجيب منها واحدة بس كل ما بروح عشان لما بجيب اكتر من واحدة بفضل افتحهم ويتفق بسيبهم مفتوحين وبينشافه جبت كمان كان عليه عرض اتنين زائد واحدة مجانا كان سعره حلوة قوي هي العلبة فيها آآ سبعمائة وخمسين آآ ميلي وكان سعرهم بامتين سبعة وعشرين جنيه وخمسة وتسعين قرش زائد طبعا واحدة آآ مجانا فكان سعرها مغر جدا وبس ودي كل الحاجات اللي انا اشتريتها من كرفور يا رب بتكون عجبتكم وتكون الاسعار عجبتكم ما تنسوش لايك للفيديو ويكومنت عشان اعرف رأيكم ايه في الحاجات اللي جبتها ورأيكم ايه كمان في الاسعار الاسعار غالية ولا رخيصة ولا حلوة ولا ايه بالزبط بس يا ربي كل فيديو عجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باي باي